بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بارد بجامعة الدمام كلات الدراسات التقبئية وخدمة المجتمع أهلا ومرحبا بكم أخوانا وأخواتنا طلاب مستوى السابع بفرنامج إدارة الأعمال للتعليم عن بارد بمحضرتنا السابعة كنا وعرضنا مع حضراتكم المكونات التفصيلية لمقررنا وكان تم رفعها لحضراتكم من خلال البلاد بورد ثم قمنا باستعراض الفصل الأول وتناوله الشرح والتفصيل في محاضرتنا اليوم إن شاء الله نلتقي معا حول الفصل الثاني أو الموضوع الثاني من مقررنا إدارة العمليات وعنوانه مداخل دراسة إدارة الإنتاج والعمليات في فصلنا ثلاثة نقاط أساسية هل نبدأ النهاردة نتعرف بقى على مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات وما هي المداخل لدراسة مجال الإنتاج والعمليات أو علم العمليات وفي النهاية في الجود الثالث العلاقة ما بين إدارة المنتجات وإدارة المشروع زي ما حضراتكم شايفين كده في رابعا المصطلحات الإنجليزية وده أنا كنت سابقا اتكلمت مع حضراتكم في أن نحن هنعتمد على جزء من الاختبار يكون في هذه المصطلحات ولكن في مناقشتي مع أدارة الكلية كان هناك اتجاه لعدم تحميل الطالب بالجزء يزيد عن المقرر بأنه يضطر أنه يحفظ مجموعة من المصطلحات الإنجليزية وعلى هذا الأساس فيبقى المصطلحات الإنجليزية مش مع حضراتكم اللي عايز أنه يحفظها أو يعرفها يفهمها هو حرف دي حاجة وحرية مطلقة أما في حال الاختبار فهي لن تكون إن شاء الله في الاختبار ولن تكون مسؤول عنها في الاختبارات سواء كان الفصلية أو الاختبار أنهي نبدأ مع حضراتكم بقى أولاً ما هو مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات أو تعرفنا لإدارة الإنتاج والعمليات تعرفنا لإدارة الإنتاج والعمليات بيقول إن هو مجموعة من الوظائف الإدارية وعند دي حاف لما أقول وظائف إدارية أو وظائف الإدارة إحنا عارفين أن هناك نعمل الوظائف وظائف الإدارة ووظائف المدير وإحنا مش نتكلم في وظائف المدير إحنا نقول الوظائف الإدارية فالوظائف الإدارية نقصد بها مجموعة وظائف الإدارة التي ترتبط بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والاستافنج أو التعيين الكفاءات أو التوظيف إحنا 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 إح وتوجيه بنحاول ندمجهم مع بعض بحيث ان احنا ننفذ عمليات التصميم والتشغيل بتاعة الامتاج والعمليات داخل المنظمة او داخل المؤسسة بحيث ان انا اكون قادر على خلق سلع خلق خدمات بقدمها للمستالج بتاعي بوظف الوظائف الادارية تخطيط وتنظيم وارتابة وتنجيل لتصميم وتشغيل نظم الامتاج والعمليات علشان انتج سلع وخدمات بس بشروط هذه السلع والخدمات يجب ان تكون واحد بالكميات او المواصفات المطلوبة وفي التوقيت المحدد وبأقل تكلفة ممكنة هذه اربع نقاط بستغل دول تخطيط وتنظيم ورقابة عشان اصمم وشغل العمليات الانتاجية اللي عندي بحيث ان انا استطيع واحد انتاج سلع وخدمات مطلوبة هو لازم كلمة مطلوبة دي اساسي يفترض يا حضرات ان اي مؤسسة تسعى لتقديم منتج او خدمة للسوق لابد في بداية التفكير في تقديم هذا المنتج او السلعة تكون بحثات ودرست ما هي الاحتياجات البشرية او الاحتياجات الانسانية لمحيط الناس اللي بتعمل هي فيه بيئتها يبقى هنا لازم اقدم سلعة وخدمة مطلوبة نمر اثنين بالكمية وبالمواصفة المطلوبة يعني ان التوفر كميات من المنتج تكفي استخدامات المجتمع الذي تقدم فيه هذه السلعة كما يجب ان تكون مواصفات هذا المنتج متوفقة مع متطلبات المجتمع اما في نمرة ثلاثة لابد ان انت تقدم المنتج ده او السلعة دي في الوقت اللي هو عايزه في الوقت المحدد ومثالة التوقيت بالنسبة للمسالك مهمة جدا وبالنسبة لك انت كمنتج مسالة التوقيت وتقديم السلعة قبل غيرك من المنافسين مهمة جدا رقم اربعة يفترض ان تقدم سلعتك اللي احنا قلنا سلعة تكون مطلوبة بكمية او مواصفة مطلوبة وفي توقيت محدد لا يجد ان حضرتك تسعى لتقديمها باقل تكلفة ممكنة لو انت بتقدم بتكلفة عالية يبقى انت هتضطر ان انت تزود من اسعارك هتزودت من اسعارك يبقى الطلب حيبها وليل هتخسر هتخرج من السلعة ده بالنسبة لنا النقاط الأساسية في تعرفنا لمفهوم ادارة الانتاج والعمليات وده اللي بينقلنا لأمر يرتبط بالراجل مدير الانتاج والعمليات هو دوره ايه شغلته ايه شغلته ومهمته في المؤسسة تنفيذ التعريف ده يقوم كادارة انتاج وعمليات بمجموعة الوظائف الادارية عشان يخلق سلعة او خدمة بالمواصفات اللي احنا قلناها من شوية فيبقى هنا مهام مدير العمليات انه يحاول يوائم او ينسق ما بين مجموعة الموارد المتاحة ايه معتمدا على وظائف الادارة اللي بتتضمن تخطيطه تنظيم وتكوين كفاءات وتوجيه ورقابة بحيث ان هو يطلع لنا المنتج اللي كنا بتكلم عليه دلوقتي او السلعة اللي كنا بتكلم عليه دلوقتي بالشكل اللي عايزه الجمهور او المتعاملين او العميل النهائي فلذلك هنلاقي ان دور مدير العمليات يتضمن خمس وظائف بهذا الشكل هي التخطيط والتنظيم وتكوين الكفاءات ثم الرقابة التوجيه والرقابة معنى كده اخوانا واخواتنا ان هو ليدور يقسم الى خمسة برانش او خمس مهام او خمس وظائف ادارية اولهم التخطيط بالنسبة لعملية التخطيط هنلاقي ان التخطيط دائما ما بيبقى بيشتمل على عملية تحديد الشكل العام او الاطار العام للشغل للاعمال اللي هتقوم بنتنفيزها المنظمة وبالنسبة للراجل بتاع ادارة الانتاج والعمليات هيبدأ عملية التخطيط بانه يعمل عملية استميشن او تقدير تنبؤ وتحديد اهداف مطلوب تحقيقها لصالح المنظمة يبقى احنا قلنا ان عملية التخطيط بحدد الاطار العام او الاطر العامة للعمل داخل المؤسسة خلال الفترة المستقبلية القادمة فيما يخص الراجل بتاع ادارة الانتاج والعمليات فيجب انه هو يقوم في الاول بتقدير وتحديد الاهداف اللي مطلوب تحقيقها ثم نمر اثنين بعد ما انا حددت لهذه الاهداف يجب ان انا ابدأ اصمم اقترح اخطط ايه هي الطرق اللي ممكن اعتمد عليها ايه هي الوسائل ايه هي الاسليم اللي انا ممكن استخدمها عشان احقق هذا الهدف او مجموعة الاهداف دي دي اول وظائف الراجل المديري احنا لابن نتكلم على دور مدير العمليات حيقوم قلنا بدور او بتاديت وظائف الادارة من خلال تنسيق الموارد المتاحة بمنسبة له اعتمادا على هذه الوظائف الادارية واول تلك الوظائف هي البلانين التخطيط اللي احنا دايما بنبقى عارفين ان التخطيط يقوم بوضع الاطر العامة السياسات العامة للمستقبل لاعمال المنظمة هو هيحدث فيه حاجتين اولا يقوم بعملية تقدير وتحديد ليه الهدف او الاهداف المطلوب بتحقيق هذا المنظمة نمر اتنين يقول لنا كمان حنحقها هزاي بعد محدد الهدف عليه ان هو يصمم اساليب يصمم طرق عشان يحقق الهدف اما بالنسبة للوظيفة التانية اللي بيقوم بيها سعادة مدير ادارة العمليات فطبعا بتبقى عملية التنظيم بالنسبة للتنظيم مفهومه في الاصل وفي الاساس بعيدا عن راجل بتاع العمليات هو الهيكل الاداري بتاع المنظام عملية التنظيم او وظيفة التنظيم بتتضمن ان انا حط مكونات واجزاء النظام مع بعضيها جنب بعض بشكل يساعدني في تحقيق الاهداف والنتائج اللي انا حتتفن من راحة فيه الجزء الخاص بالتخطيط في الخطيط هي وده حيتطلب من الرام المدير العمليات ان هو يتخذ قرار بمجموعة من الاسئلة اللي هي من ماذا اين متى اللي هي بترتبط بعمل المؤسسة من يقوم بالوظائف التالية ماذا يجب ان نقوم بعمله لتحقيق الاهداف اين يتم التنفيذ متى يتم التنفيذ لهذه الخطوات او المراحل التي تسعى الى تحقيق اهدافنا اللي احنا تكلمنا فيها في الاول يبقى الورجنيزيشن التنظيم في الاساس هو الهيكل الداري بتاع المنظمة اللي انت بتحطه دجوه او من خلاله او بترص مجموعة اجزاء المنظمة او اجزاء النظام جنب بعض في شكل هيكل اداري هيكل تنظيم بحيث ان هذا الهيكل او هذا الشكل يساعد في تحقيق النتائج اللي سبق وضعها نتائج المطلوبة او اللي احنا بنسعى لتحقيقها او الاهداف اللي احنا بنسعى لتحقيقها اللي سبق ان احنا حطناها من قبل في خطتنا ويجي مدير العمليات يجاود او يتخذ قرارات فيما يخص بيه مين اللي حيقوم بهذه الوظائف والعمليات احنا هنعمل ايه هنقوم بالكلام ذا فين ازاي ثم امتى هنقوم بكل وظيفة و بكل اداء دي الوظيفة التانية والمهمة التانية من مهام الرجل المدير العمليات ثم بعد كده بيتضمن مهامه الستافنج او التكوين الكفاءات او التوظيف او التعيين وعليه ان هو يقوم باختيار الافراد اللي بيناسبهم اجابات من وماذا اين ومتى اللي يستطيعوا ان يجابوا على دول بالعمل بشغلهم يعني اختار الافراد المناسبين ثم اقوم بتدريبهم علشان اخد كفاءات محترمة باختياراتي وزيد من ثقل هذه الكفاءات واحطلها خبرات من خلال التدريب علشان يقوموا بعملية تشغيل النظام في الوظيفة الرابعة الديريكتينج او التوجيه احنا عارفين ان التوجيه هو عبارة عن اصدار اوامر وتعليمات ربما كمان يكون تأديم مقترحات عشان نساعد المرؤوسين بتوعي ان هما يأد وظيفهم بشكل مناسب وبكفاءة مناسبة في وقت احنا محددين هذه دور الراجل مدير العمليات في هذه الجزئية او في هذه الوظيفة يصدر اوامر تعليمات يقدم مقترحات بحيث ان هذه المقترحات تساعد في دفع المرؤوسين بتوعي لاداء الوظائف المنوطة بهم بكفاءة عالية بكفاءة احنا عايزينها وفي وقت محدد ووقت احنا عايزينه وينتهي في اخر وظيفة الوظيفة الخمسة من وظيفة الوظيفة اللي هي وظيفة التلقابة او الكنترولينج يبدأ يقيس ما تم من عمليات وهل نتائج ما تم من عمليات دي مقبولة او غير مقبولة ولو كانت غير مقبولة يبدأ ياخد بعض الاجراءات التصحيحية اذا كان هو محتاج لده في حالة عدم القبول او اذا كانت غير مقبولة معنى كده ان هو في الوظيفة دي يرجع لنمر واحد التخطيط تم تحديد مجموعة من الاهداف داخل الخطة العامة اللي احنا عطناها في التخطيط هذه الاهداف غالبا ما بتكون بشكل رقمي تحقيق حج المتالة معين يبدأ يشوف بقى نتائج العمليات اللي تمت فعليا ويقارن ما بين الفعل والمخطط او اللي احنا كنا عايزين مستهدفين قد تظهر هناك بعض الانحرافات يا اخوانا واحيانا قد تكون انحرافات حميدة او محمودة انحرافات ايجابية وقد تكون انحرافات غير مرغوب فيها اذا كانت انحرافات سلبية الانحراف الانحراف الانحرافات اذا كان ما تم فعلا هو اكبر او اعلى من المخطط في الحالة دي هو عليه ان يكتشف ما هي الاسباب التي ادت الى تلك الزيادة عشان يحاول ان هو يدعمها عشان يقدر ان هو يزيد من حجم او من حجوم انتاجه اما اذا كانت الانحرافات انحرافات سلبية فده معناته ان هناك بعض من القصور بعض من العيوب اللي بتعاني منها مؤسستي وعلي ان افحص الاسباب واتخذ بعض القرارات او الاجراءات التصحيحية لتصحيح هذه الاخطاء ده جزء اولا المرتبط بمفهوم ادارة الانتاج والعمليات والذي تناولنا فيه دور او مهام الراجل مدير الانتاج والعمليات نيجي للجزء التاني وده اللي حيطول معنا ما هي مداخل دراسة الانتاج والعمليات او المدارس اللي موجودة في دراسة الانتاج والعمليات او المدارس او الناس الفيونيرز اللي اقدمونا علم الانتاج والعمليات عندي اربع مداخل لدراسة الانتاج والعمليات هذه مداخل الاربعة هي مدخل اتخاذ القرارات ومدخل النظم والمدخل الديناميكي او التصميم وغالبا بنسميه التصميم ثم بعد كده مدخل النمازك المدخل الاول وهو مدخل اتخاذ القرارات بيرتبط بالقرارات اللي بيقوم بيها مدير الانتاج والعمليات او قسم الانتاج والعمليات واشكال وانواع القرارات وحالات الطبيعة اللي بتواجههم لاتخاذ هذه القرارات وده اللي حنتناولوا فيها ثم المدخل التاني هو مدخل النظم والمدخل التالت هو مدخل التصميم انا بربطهم ببعض مدخل الاول اللي هو مدخل النظم حضراتكم كلكم درستوه قبل كده وتناولتوه قبل كده وعندكم خلفية كاملة بيه اللي بينظم او بيقسم او بيحدد اجزاء اي نظام في ثلاث اشكال او في ثلاث عمليات متتالية الاول بحدد المدخلات ثم بحدد العمليات التشغيلية اللي بتتم على هذه المدخلات ثم في النهاية في رقم ثلاثة او في ثلاثة ببدأ ان انا اشوف ما هي المخرجات اللي انا ممكن اخرجها من مدخلاتي في عمليات التشغيل على العكس والنقيد حنلاقي ان المدخل الديناميكي او المدخل الخاص بالتصميم بيمشي بالعكس تماما فهو يبدأ الاول بان هو يحدد مخرجاتي عايزينها شكلها ايه طب هزين مخرجات عشان اوصلها كاهداف لي كيف تكون عمليات التشغيل اللي بتتم عليها طب عمليات التشغيل انا عرفتها طب خلاص انا حدد بقى على اساسها ما هي المواد الخام او ما هي المدخلات اللي انا لازم اشتغل عليها اما بالنسبة المدخل للنماذج ان انا بحول كل مشكلة عمليات او كل مشكلة انتاج وعمليات الى نموذج الى موضل هذا النموذج يسهل من عملية دراسة المشكلة لان غالبا ما بيكون هزيه المشاكل معقدة ومطربتة فبنسهل وبنبسط الامر بان احنا نعمل لنا مجموعة نماذج عشان نحل المشكلة هنشوف دا دلوقتي الاول بالنسبة المدخل لاتخاذ القرارات طبيعية اخواننا واخواتنا ام اتخاذ القرار او عمليات اتخاذ القرار تعتبر مش بالنسبة الانتاج والعمليات مش بالنسبة الادارة او بالنسبة المؤسسة بالنسبة لنا حتى كبشر في حياتنا العام عملية اتخاذ القرار تعتبر هي العمود الفقري لحياتنا فإذا كنا كبشر عملية اتخاذ القرار هي العمود الفقري لنا وحياتنا فبالنسبة للعمليات في داخل المنظمات نجد ان اتخاذ القرار هي العمود الفقري للإدارة والوظيفة الرأسية لها عملية اتخاذ القرار هي العمود الفقري للإدارة والوظيفة الرأسية لها على اساس هذه العمود الفقر او على اساس هذه الوظيفة او على اساس هذه العملية هي عملية اتخاذ القرار بنحدد اسلوب شغلنا في المستقبل شكله ايه بنحدد كيف يمجع نجاح الادارة ولن يمكن لاي ادارة ان تنجح الا اذا اعتمدت على اتخاذ قرارات تكون او تتسم او تتصف بالرشد نظرية اتخاذ القرار او المدخل نفسه بيعتمد على ان انا بحدد الاول اطار بشكل علمي عشان اخذ القرار اطار بشكل ايه اه زم انتم متعودين على منهجية حلول المشكلات نمر واحد تحديد المشكلة نمر اتنين تعريف وتوصيب المشكلة رقم ثلاثة البحث عن البدائل لحل المشكلة رقم اربعة توصيف ااسف تصفية البدائل المتاحة ثم البدائل المتاحة لما بيوصلهم لبدلين او ثلاثة ابدأ ان اختبرهم وغالبا ما بيعتمد على اسالية كمية عشان اخد قرار بالبديل صاحب اعلى عائد اذا كان عندي بديلين او ثلاثة طبعا هذا الاسلوب العلمي او المناجية العلمية في حل المشكلات غالبا ما بيعتمد على اسالية كمية على رياضيات عشان اقدر افاضل ما بين بدايل وقيم هذه البدايل خاصة ان غالبا ما بيكون قرارات بترتبط بعنصر من عناصر المخاطرة عشان اقدر اتنبأ بالنتيجة اللي انا ممكن اوصلها شكلها ايه لكل بديل عشان اقدر اصل لقرارات بشكل مناسب واختار بديل بشكل مناسب بديل افضل بالنسبة لي اخوانا البديل الافضل هو صاحب اعلى عائد حتى لو كان في العوايد ريال واحد البديل الافضل هو البديل صاحب اعلى عائد عملية اتخاذ القرار بالنسبة لمدير الانتاج والعملية قد يوجهها بعض المشاكل بسبب حالات الطبيعة فحالات الطبيعة اللي احنا المفروض عرفينها من ايام ما كنا في المستوى التالي ودرسناها في مبادئ الادارة فحالات الطبيعة تلت حالات طبيعة قد يكون حالة رواج او استقرار او كساد ادي حالات الطبيعة التلاتة الرواج والاستقرار والكساد ولان احنا بنقول احتمال ان يكون هناك رواج او كساد او استقرار فعادة ما بيرتبط ده باحتمالات عادة ما بيرتبط باحتمالات لتحقق تلك النتائج او البدائل بنسب معين فبنلاهي ان مدير الانتاج والعمليات بيواجه باربع انواع من القرارات قد يتخذ قرار في حال التأكد او تنسميها احيانا التأكد التام او يتخذ القرار في حالة عدم تأكد او يتخذ القرار في حالة صراع مع المنافسين طبعا او يتخذ القرار في حالة مخاطرة الانواع الاربع دي مهم بالنسبة لحضراتك انتم بقى التفرق ما بينها وانواع القرارات الاربع دي غالبا ما هتلاقيها موجودة في اسئلة فيها بالذات الصحة والخطأ او بعض التعريفات اللي بنربطها بشكل خاطئ عشان تكون فيها اختيار لصحة وخطأ او ان انا بدل حضرتك التعريف واقول لحضرتك دي حالة ايه ايه حالة تأكد ولا عدم تأكد ولا مخاطرة حنبدأ اولا باول نوع من انواع هذه القرارات ولكن بعد ما نستعرض مع حضراتكم اساس اختيار البديل عند اتخاذ القرار يعني قبل ما اخو القرار بس نشوف في الاول او نتعرف في الاول او نتعلم مع بعض انا هختار البديل ازاي زي ما قلت لحضرتكم من شوية ان البديل الافضل لو عندي عدة بديل هو صاحب اعلى عائد صاحب اعلى منفع حتى لو كان الفرق بينه وبين اللي بعديه ريال واحد هو صاحب اعلى عائد عشان تحسب العائد ده او عشان تحسب قيمة البديل او اللي انت على اساسه هتتخذ القرار فبنضرب حك تنفو بعد المنفع المتوقع لكل بديل في احتمال حدوث هذه المنفع يعني مثلا يقول لك انا عندي بديلين او ثلاث بداية البديل الاول منفعته 100 الف ريال ونسبة احتمال تحققه مثلا 20% يبقى قيمة المتوقعة لهذا البديل هي الاتنين دول مضروبين في بعض المتالف ريال مضروبة في العشرين في المائل يعني بقى يحسب عشرين في المائل من المتالف ريال يبقى عشرين الف ريال وعلى اساسة العشرين الف ريال دي اقارم ما بين النتائج بتاعت البديل الاخرى وهذا البديل واختار البديل صاحب اعلى منفع متوقع اعلى منفع متوقع ندي مثال المثال قدام حضراتكم اذا كانوا قدامنا بديلين من المواقع وهو الموقع الف اللي منفعته المتوقعة عشر تلاف ريال واحتمال حدوث هذه المنفعة باحتمال ان العشر تلاف ريال دولر ان احنا نكسبهم تمانية في المائل بينما البديل التاني هو الموقع باء ومنفعة المصاحبة اللي ممكن تتحقق اتناشر الف ريال بس باحتمال 6% كيف يمكن اختيار البديل الامسل عشان كيف يمكن اختيار البديل الامسل هحسب المنفعة او النتيجة المتوقعة لكل موقع من الموقع الا او لكل بديل من المردلين بنفس المعادلة او بنفس العلاقة اللي احنا قلنا عليها من قبل كده منفعة متوقعة لكل بديل مضروبة في احتمال حدوث هذا البديل تعالوا للموقع الف زي ما قدام حضراتكم العائد المتوقع من البديل الف عشر تلاف ريال حضراتها في تمانية المية عديني تنمت ريال اما البديل التاني فاو الموقع باء العائد المتوقع اتناشر الف مفرحش ان في واحد عشر واحد اتناشر لا نسبة احتمال او قيمة احتمال حدوث هذا البديل قيمة احتمال حدوث هذا البديل بستة في المية فبنترب اتناشر الف ريال في ستة في المية فده بيديلنا سبعمية وعشرين ريال اه كده نقدر اخد قرار على بيّنة وعيني مفتحة ونعارف فيه ايجاية واحد القيمة المتوقعة للعائد او لمن فعته تمنمية ريال والتاني القيمة المتوقعة او العائد المتوقعة ليه سبعمية وعشرين ريال ايه ما افضل احنا قلنا البديل صاحب اعلى قيمة ده الاسلوب الاول اللي احنا لازم نعرف ازاي افضل ما بين بدايل قبل معرف انواع القرار على هذا الاساس يبقى النتيجة اللي مرغوب فيها افضل او اكتر بالنسبالنا اننا نختار البديل الافضل بالنسبالي اننا نختار البديل اللي هو بيدي اعلى عائد اللي هو الموقع الف اعتقد مثال زي ايه ده سحل بسيط وسلس وفيش في ايه مشكلة احنا لسه ما اشتغلناش عمل بشكل كبير او شكل ايه مسألة بالنسبالنا مسألة بسيطة ديدي تعالوا بقى نتعرف على البدايل اللي احنا كنا بنتقول احنا عايزين نقرر ما بين بديل واخر عايزين نعرف انواع القرارات طبعا في مجال الانتاج والعمليات بيقابلنا مجموعة من الملابسات اللي بتختلف وبتتغير من وقت للتاني وما بيبقاش فيها اي نوع من انواع الاستقرار واتخاذ قرار خاطئ مع ما تخسر وربما خروج من السوق فعشان كده بتلاقي ان مدير الانتاج والعمليات بيتقابل مع انواع مختلفة من القرارات حسب حالة الطبيعة حالات الطبيعة اللي احنا قلنا استقرار وكسد ورواق واستقرار وكسد والأنواع الأربعة كالتالي ألف السرتنتي أو حالة التأكد أو حالة التأكد طب أعرف حالة التأكد إزاي إذا كان مدير الإنتاج بتاعي بيواجه حالة طبيعة وبديل معلوم النتيجة إذا كان خدوا بالكم عشان فيه لما نيجي عند دال حالة دال هتلاقوا فيه تشابه بينها وبين ألف وحنفرع عند دال هنقول بعد ما نتعرف على دال هنقول خدوا بالكم الفرقة هيبقى كذا يا أخوانا إذا كان مدير الإنتاج يواجه حالة طبيعة وبديل معلومين تماما بنتجتهم الحالة دي نسميها حالة اتخاذ قرار في حالة التأكد يعني مطروح عليه بديل واحد هذا الفرق المهم جدا اللي لازم تاخدوا بالكم منه دالوقتي في ألف أنه مطروح عليه قرار واحد بديل واحد ما عندهش بديل ايه هو حالة واحدة اللي مطروح عليه مشروع واحد ويعلم تماما وبكل تأكيد ما هي حالة الطبيعة بتاعت هذا البديل وما هي النتيجة المتوقعة لهذا البديل تحديدا يعني مثلا نيجوا واحد يقول له والله إحنا عندنا مشروع إنشاء ترمب الجاس والمشروع ده من المتوقع قال له مشروع واحدة من المتوقع أن يكون عوائده السنوية مئة ألف جنال يعني كده هو حالة الطبيعة ونتيجة البديل معلومة متوقع أن تكون مئة ألف جنيه ما قال لهش حاجة تانية بس معروف ان هو وانا قلت ايه هو بيقول له ايه والله ده هو متوقع وبنسبة مؤكدة بدرجة عالية أنه هو إنتبه لنا مئة ألف جنيه في السنوية قد الحالة الأولى من حالات الطبيعة أقاست من حالات اتخاذ القرارة الحالة التانية الحالة به لما يكون مدير الانتاج ما يعرفش احتمالات الحدوث بتاعة البديل المتاحة يعني واحد يجي يدي له بديلين أو ثلاث بديل يقول له البديل أولان احتمال احتمال أنه يجيب لك مئة ألف ريال البديل التاني احتمال يجيب لك مئة وعشين ألف ريال البديل التالت احتمال يجيب لك سبعين ألف ريال وسكت انتهينا معنى كده أنه هو ما حد بدوش هو قال له ألف وبه وجين ألف بمئة ألف ريال وبه بمئة وعشرين وجين بيه سبعين بس ما قالوش احتمالات الفدوس تفرق تفرق كتير جدا ليه تفرق كتير جدا يفترض يا أخوانا إن في المثال اللي فات لو اعتمدنا على إن احنا نختار بديل من البديلين دون النظر لأي احتمالات فقلنا عن اختار البديل التاني اللي حيديلنا 12 ألف ريال صحي كده بينما لما المعلومة اكتملت ودالي النسب بتاعت احتمالات تحقق البديل لو قالك لا دا الأولان الثمانية في المئة والتاني بالسسة في المئة فضربت الاثنين في بعض فتلاقيت أن الناتج المتوقع للأولاني 800 ريال والتاني 720 كده بطلاقات التاني يبقى هنا المشكلة في نبرة اثنين حالة عدم التأكد نوع القرار اللي هو حالة عدم التأكد أن مدير الانتاج بيبقى ما عندوش معرفة باحتمالات حدوث البديل المتاحة ما عندوش احتمالات حدوث البديل المتاحة ربما يكون عندو قيم البديل ولكن احتمالات حدوثها مش واردة دا بنسميه حالة عدم التأكد وممكن ان احنا ندي مثال ايه لو حضرتك بتحاول تتنبأ بحجم الطلب او المبعات اللي انت اتباحها يعني على منتج جديد لسه ما اول مرة بتجيبه في السوق فما عندكش احتمالات ليه ولا عندك نتائج ليه ما يمكن ان يتوقع لحدوث او لسير او شكل مبعاته خلال الفترة القادمة تتقوم المرة بتجيبه السوق لو انت عايز تتنبأ بمبيعات او بحجم مبيعات او بحجم الطلب على منتج من المنتجات اللي موجودة في السوق بسيطة اروح اجيب حجم المبيعات بتاعته خلال الخمس سنوات على الاقل الخمس سنوات الاخيرة واعمل له تام سيرز اعمل له سلسلة زمنية وادخل معادلة الاتجاه العام اللي هي البسيطة الف زائد به سن دي واحسب بيها حجم المتوقع للطلب خلال الفترة القادمة خلال سنة قادمة بس بسيطة دي انما ده ما عندهش اي حاجة لانه لسه بدخله الاول مرة اما البديل انا اسف النوع التالت من القرارات لو فيه بقى مش بتشتغل لوحدك في السوق في المنافسين وانت بتاخد قرار فانت عامل حساب المنافسين تصرفاتهم شكلها ايه اذا كان المدير هياخد قرار في حسابه التصرفات لاتجاهات بتاعت المنافسين ده طوعا في حال لما بيكون سلعة تنفسية الحالة دي او الشكل ده او النوع ده من القرارات تسبيت خاص قرار في حالة او في ظل المنافسة او الصراع او الكونات ده النوع التالت النوع الرابع والاخير وهو زى ما انا قلت لكم من الاول خذوا بالكم هو شبيه لنمرأة الف بس عايز افكركم بالف تاني قبل من التكلم قلنا ان الحالة الاولى حالة التأكد ان الراجل مدير العمليات بياخد قرار معلوم حالة الطبيعة والنتائب المتوقعة منهم بشكل مؤكد اما الزال اللي احنا بنقول انها شبيها الالف مش بديل واحد زي الالف كل حاجة معلومة ولكن توجد عدة بدائل محتملة ومتخذ القرار عارف العوايد المتوقعة ونسب او احتمالات حدوث لعدة بدائل زي المثال اللي كنا بنحله دلوقتي الموقع عالف ولموقع به الموقع عالف ولموقع به لا ينتمي لألف لا ينتمي لنوع القرارات ألف ولكن ينتمي لنوع القرارات دال اللي هي حالة اتخاذ القرار في ظل المخطرة يعلم ان هناك بدلين ثلاثة يعلم عوائد البدائل يعلم احتمالات التحقق هذه العوايد دي بنسميها مخطرة تقولي طب ما انت كنت بتقولينا من شوية راح بنختار البديل الأفضل والبديل الأعلى دي حالات نظرية يا اخوان نرجع للمثالة اللي كنا نتكلم في البديل الأولى أنا حيجب لي تنمية والبديل التاني سبعمائة وعشرين في بعض الأحيان قد يحدث أن تكون التقديرات اللي انت قمت بالحساب عليها قد تكون خطأ الرجل اللي قال بقى مش كفاءة الرجل اللي جمع لك المعلومات مش كفاءة المعلومات مطلوط فيها المعلومات لم تعدل المعلومات لم يدسلها أبديتين ما حصل لها تعديلات ما حصل لها تحديد فعلى هذا الأساس قد تأخذ القرار خاطر والخطأ هنا بقى هيبقى تقيل مثلا لو افترضنا برضو في المثال اللي كنا نتكلم فيه أخوانا وأخواتنا أن البديلين المطروحين ألف بيجيب ثمانمائة والتاني بيجيب ثمانمائة وعشرين فالنفرض أن حضرتك طبقت البديل رقم ألف ففي نهاية السنة تلاقيت أن هو جاب لك ستمائة وخمسين ريال بس تقول لي طب ما هو حقق ربحية مش خسر يعني هو حقق ربحية مقدرها ستمائة وخمسين ريال أقول لك آه ولكنه خسر الفرصة الاستثمار في البديل باء اللي بيجيب ثمانمائة وعشرين وفرت القسارة ما بين الستمائة وخمسين وسبعة عشر سبعين ريال بنسميها تكلفة الفرصة البديلة اخترت اختيار خاطئ اخترت البديل ألف اللي انت كنت معتقد ان انت تجيل منه تمنمائة ريال جاب لك ستمائة وخمسين بس فخسرت مش معنا خسرت هنا اللي احنا نقصدها ان هو المشروع خاسر المشروع ربح ستمائة وخمسين ريال ولكن هناك تكلفة فرصة بديلة ستمائة وخمسين بديلة الفرصة البديلة المتاحة اللي كانت ليا رقم به ما انت ماخدتش قرام بيه وبها كانت حاكب لك سبعمائة وعشرين ودي جابت ستمائة وخمسين لما فيه فرق سبعين ريال كنت انت اولى بهم او يعتبروا بالنسبة لك تكلفة الفرصة البديلة هنا هي سبعين ريال خسرت سبعين ريال ادي الخسارة اللي بنتكلم عليها ليس المشروع خاسر لا مربح وكسبني ربحني ستمائة وخمسين ريال بس انا كنت ممكن اربح او اكسب رقم اكبر وهو سبعمائة وعشرين ريال طب لها اخسرنا المبلغ لفرق ده اللي بنسميه تكلفة الفرصة البديلة او ما يسمى بتكلفة اتخاذ قرار خاطئ دي طبعا انواع القرارات دي جي بقى للمدخل التاني وهو مدخل النظم السستن ابروتش مدخل النظم زي ما انا قلت في البداية ونحن نتكلم فيه النهاردة حددلك بشكل محدد ان اي عملية انتاجية بتتقسم لثلاث مهام ثلاث وظائف ثلاث اجزاء هي المدخلات والتشغيل والمخرجات مدخل النظم دائما ما يبدأ بدراسة المدخلات الاول وبعدها تجرى عليها عمليات التحول الانتاجي اللي هو التشغيل ثم في النهاية يدرس مخرجاتي اللي المفروض بعد ما عملت عملية ادخال للمدخلات ده هذا الشكل وعملت عليها عمليات تحول الانتاجي وتشغيل هتخرج للمخرجات دي شكلها ايه عشان كده هتلاقي حضراتكم ان المنهج ده او المدخل ده بيبص للنظام ومكونات النظام على الشكل اللي انتم تعودين عليه مدخلات وتشغيل ومخرجات مدخلاتي طبعا دايما بتكون من البيئة الخارجية ثم يتم التشغيل عليها وننتهي بيها الى مخرجات مخرجات برضو بتروح للبيئة الخارجية هذه المخرجات البيئة الخارجية بتمتك من خلالها بتجزية عكسية او بفيدباك او اللي احنا نسميها الفيد بروسس عشان ترجع تاني تدخلها تطور من عملياتك او من تشغيلك او من مدخلاتك ده الشكل النظامي اللي احنا متعودين عليه لمفهوم النظام وزا ما نبهت الحضراتكم برضو من الاول الاول ادرس مدخلاتي وبعدين ادرس ما سوف يتم عليها من عمليات تشغيلية وتحويل ثم ادرس المخرجات الراجل بتاع منهج التصميم او مدخل التصميم المدهر المنهج او المدخل الدينانيكي بيقولك انا حدى الاول بدراسة الهدف بتاع التنظيم اللي احنا عايزين نحققه عشان على اساسه هحدد ايه هي المخرجات بتاعت النظام يبقى يبدأ بالمخرجات وعلى اساس هذه المخرجات ابدأ خطط لها انا هعمل عليها عمليات تحويلية شكلها ايه عشان اجيب ايه هي مدخلاتي ثاني مدخل دا شوي عشان هو ماشي بالمقلوب في العكس فحمة هنمشي معا يعني هو الاول يقولك ايه هو هدف المنظمة اللي حطها اهدف التنظيم ايه الهدف كذا 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 خلاص تعال بقى الهدف اللي انت عايز تعمله دا يبقى دا المخرج بتاعي فيستمد من الاهدف ديا مخرجات النظام عشان اوصل للمخرج دا اعمل عمليات تحويلية قبل منها شكلها ايه عشان اوصل للمخرج دا انا عايز المخرج الفلاني بالشكل الفلاني بالمواصفات الفلانية يبقى انا لازم اعمل عليه عمليات تحويلية وانت جاء بالشكل الفلاني 1-2-3-4 درس عمليات التشغيل طيب أنا عايز المخرج ده وخلاص ما اتفقت أو وصلت أو درست أن عمليات التشغيل والتدور اللي أتدور عليها هي كذا وكذا وكذا المخرجات اللي تخدم ده أبدأ أدرس مخرجات اللي أنا محتاجها عشان أعمل ده فواجبها من الخلف للأمام يبقى أنا عندي المدخل مرة اثنين مدخل النصب تتابعه أو صيره كان بشكل أمان أما المدخل الديناميكي تتابعه أو صيره كان بشكل خلف من الخلف للأمان ده العكس والنقيد تماما من المدخل التاني اللي هو كان مدخل النصب يتبقلنا في ثانيا مدخل أخير وهو مدخل النماذج اللي احنا قلنا لما الدنيا بتبقى صعبة فبنبسطها باستخدام نموذج واستخدام النماذج لها أسباب لما نتكلم على منهج النماذج أو الموضل الأبروت لازم أعرف يعني نموذج ببساطة بكلمتين اتنين تلاتة النموذج هو أبسط تمثيل للواقع عايز أمثل الواقع بس بشكل مبسط ادي معنى نمسجها وبنعتبط على النماذج في عمليات أو في مجال الانتاج والعمليات بشكل مكثف جدا تعمل مكت لماكة نحن عايزين نعملها آلة ومعدها نصممها فبنعمل لها مكت حتى المباني حتى البيوت حتى الحضرتك ممكن بتروح عايز تشتري بيت أو عايز تشتري فيلا فبيعرض عليك مكت للتصميم أو انت عندك أرض وعايز تبني عليها بيعرض عليك مكت المكت اللي بيعرضه لك ده النموذج اللي بيعرضه لك للبيت اللي انت عايز تبنيه هو ده اللي هي الموضل أو النموذج اللي هو جامل زيئة برضو المشاكل اللي قد تواجه إدارة الانتاج والعمليات نحوينا إلى مجموعة من النماذج المبصطة احنا لما عرفنا النماذج قلنا النموذج هو تبصيد أو تمثيل مبصط للواقع يا سلام فأنا حبصط يبقى أنا حقدر حل مشاكل وإحنا بنقول أن أذارت الانتاج والعمليات بتشتغل وبتعتمد على النماذج بشكل مجسف لأسباب واحد إن المشكلات الانتاجية ليها متغيرات كتيرة وغالبا ما بتكون معقدة ومتشكل طب ما أنا عايز أبسط المشاكل ده وعايز أبسط المعقد ده فأنا بعمل نموذج النموذج ده بيبسط لي زي ما احنا قلنا تمثيل مبسط للواقع فأنا عايز أعمل تمثيل مبسط للنموذج المعقد والمتشابت السبب الثاني إن أسلوب النماذج ده بيبسط المشكلة هاخد جزء جزء وحل المشكلة واحدة واحدة السبب الثالث لو حضرتك إيديت تتركز على نموذج مبسط وهذا النموذج حضرت حضرتك فيه بعض المتغيرات الهامة فقط مش المتغيرات الفرعية طب ما انت عقدت ده لا انت حضرت بس المتغيرات الهامة بالنسبة لك حتى تستطيع ان انت تاخد قرارات إنتاج بشكل سليم إذا انت ركزت على المتغيرات الهامة في هذا النموذج وتغاضيت عن المتغيرات اللي ملهاش داخله ملهاش تأثير على المشكلة قوي ملهاش تأثير على المشكلة لا ملهاش تأثير على المشكلة قوي ليه تأثير أجرش على الأقل الأول المتغيرات الأساسية المؤثرة تماما على مشكلتي في نموذج وبعد ما تتحلي دي أكيد هيحضر حل المشكلة المتبطة بالمتغيرات البسيطة المتغيرات اللي لها تأثير بسيط على المشكلة النماذج كمان يا أخواننا بتخفض تكاليفي في العملاء الانتاجي بعمل نموذج عشان أبسط تكاليفه وقدره وصل لي إزاي أنفس ده بأبسط طور إزاي أقدر أنفس ده بأقل تكلفة يبقى كده فعلا احنا بننتهي لأربع حاجات أن كاثرة وتعقد وتشبك المشكلات الانتاجية كثرة المتغيرات يؤدي لها استخدام النماذج إمكانية تبسط المشكلات دي عن طريق اسلوب النماذج فأعتمد عن النماذج برضو أعتمد عن النماذج لسهولة اتخاذ القرار الانتاجي إذا احنا ركزنا النموذج بتاعنا على المتغيرات الهامة الضرورية المؤثرة بشكل كبير على المشكلة وتغاضيط عن المتغيرات اللي ملاقاش تأثير قوي على المشكلة بتاعتنا الانتاجية تعتمد عن النماذج كمان عشان أننا لو بأستخدم النماذج في حال مشاكلي من الممكن جدا أننا أخفض من تكاليفة الانتاجية يتبقى لنا في هذا الفصل الجزء الثالث الثالثا والأخير وتحقق مننا أربعة سلايد هنتعامل مع نقطتين في العلاقة ما بين إدارة المنتجات وإدارة المشروع في إدارة المنتج وإدارة المشروع إدارة المنتج على قد المنتج وإدارة المشروع الكبير النقاط اللي احنا حنتناولها هنا يا أخوانا أخواتنا مدير المنتج وعلاقته أو الفرق بينه بين مدير المشروع بإلاقة المعلومات أو نظم المعلومات أو المعلوماتية مع نظام المشروع عشان نتناول ده يا أخوانا وبنتكلم عن المنتج والمشروع نتكلم على مدير المنتج ومدير المشروع نعرف الأول إيه هو المنتج نعرف ايه هو المشروع المنتج لو حدت فالمشروع المظلة المنتج قد يكون سلعة من السلعة الملموسة او غير الملموسة يعني قد يكون سلعة او خدمة المنتج قد يكون سلعة او خدمة وحضرتك بتعرضها للبيع هذا المنتج او هزي السلعة زي ما خبرك قد رستوا معنا في التسويق من قبل كده له دورة حياة دورة الحياة سواء كنا اعتبرناها زي ما احنا متفققين من قبل على انها اربع اقسام او اربع مراحل خمس مراحل ايا كان حسب الكتابات ولكن اي منتج قد يكون سلعة او خدمة بعرضها للبيع ولا دورة حياة دور الرجل بقى مدير المنتج هنا ان هو يقوم بعملية تطوير المنتجات دي ويقدمها للسوق في فترة زمنية محددة ده معنى المنتج اما المشروع بالله ان المشروع ده ايش منتج واحد لا سلسلا من المظائف والمهام والانشطة اللي بتساعدني في ان انا اخلق منتج ومنتجات ودعا تقديم المنتج لان تقديم المنتج نفسه هو النهتيج النهائية لاي نشاط صناعي اي نشاط صناعي نتيبته النهائية او الهدف او المين ده اللي بتاعته ان هو يقدم منتج نهائي للجمهور ده ببساطة الفرق بين المنتج والمشروع المنتج مش نشاط انما المشروع نشاط المنتج جماد انما المشروع فيه روح ببساطة تاني المنتج قد يكون سلعة او خدمة تعرضها للبيع وليها دورة حياء الرابي المدير للمنتج ده دوره انه يطور المنتجات ديا ويقدمها للسوق في وقت محدد اما بالنسبة للمشروع هنلاقي ان المشروع عادة ما بيكون عبارة عن مجموعة من الوظائف المهام الانشطة اللي بتساعدني في ان اخلق منتج جديد او ادعم تقديم منتج او اطور منتج ليه؟ لان تقديم المنتج ده هو الهدف هو النتيجة النهائية لاي نشاط صناعي موجود بعد ما عرفنا عن ايه منتج بعد ما عرفنا عن ايه مشروع تعالوا بقى نتكلم في النطودين بتوعنا اللي هو اولهم مين هو مدير المنتج ومين هو المدير المشروع ده ايه حكايته؟ وده ايه حكايته؟ مديري المنتج هم الناس اللي احنا ممكن نعينهم عشان يكونوا مسؤولين عن خط انتاج بتاع انتاج منتج معين مديري المنتج هم من يتم تعيينهم عشان يكونوا مسؤولين عن خط انتاج منتج خط منتج لانتاج منتج واحد تقول لي يعني ممكن يكون عندي كتير من مدير المنتجات اذا كان عندك كتير من المنتجات لكل منتج من المنتجاتك يكون له مدير طيب ايه بقى الفرق بينه وبين مدير المشروع الراجل مدير المشروع او مديري او مديره المشروع دول بقى ناس بنعينهم عشان يكونوا مسؤولين عن ايه كالتالي بقى كتير تخطيط وتنظيم الله ورقابة يعني حيقوموا بالوظائف الادارية اللي كنا بتتلم عليها في الاول الفصل النهاردة على هذا الاساس يبقى كمية العمل او كمية المسئولية بالنسبة للراجل مدير المشروع اكبر لان المشروع اكبر مشروع كله يبقى هنا تاني مدير المشروع الناس اللي احنا بنعينهم عشان يبقوا مسؤولين عن التخطيط والتنظيم والرقابة على العمليات بتاعت المشروع طبعا وكمان يبقوا عندهم القدرة على ان هم يوفروا لي مواردي يوفروني مواردي اللي ممكن تحقق للهدف بتاع المشروع بتاع العمليات كئيلة وكبيرة عندهم اه يبقى الراجل مدير المشروع اكبر في مهامه وفي وظيفه ومسئولياته واشمل واعام عن مدير المنتج مدير المنتج اللي بيلعب على منتج واحد بس مسئول عن منتج واحد بس اي ان كان هذا المنتج سواء كان خدمة وسلعة كل سطح هو عايز يطور المنتج ده عشان يقدر يبيعه في السوق في توقيت معين اما الراجل بتاع المشروع ده بقى اللي ليلته تقيلة الشلة عنده كبيرة شوية بيعمل ايه تخطيط وتنظيم وارقابة على العمليات بتاعت المشروع وكمان مش ده بس كوظائحة جارية بل بالعكس هو يعمل يؤمن توفير الموارد عشان يحقق الاهداف بتاعت المشروع بعد كده همنتقل للمعلوماتية ونظام المشروع انت عادة ما بتستخدم المعلومات عشان تعالج او تتعامل مع بعض الجوانب اللي بتأثر على عمليات التشغيل بتاعت نظام المشروع بتستخدمها من خلال صدر اوامر تمويل عمليات المشروع معالجة المقترحات والشكاوى طرح المنتجات الجديدة خلق واجرات الاعلان وبرامج العلاقات العامة متابعة سير العمل وده يعتبر اخر ما لدينا في الجزء ثالثا ببساطة تاني بالنسبة الجزئية بتاعت سلسا وبسرعة قلنا اتكلمنا في نقطين مدير المنتج ومدير المشروع والمعلومات ونظام المشروع قلنا المنتج سلعة وخدمة بعرضها للبيع لها دورة حياة محددة رأي المدير المنتج بيبقى مسؤول عن تطويل المنتج ده وعن هو يعرضه في الاسواق في فترة ثمانية محددة اما بالنسبة للمشروع حنلاقي ان هو سلسلة بقى من الانشطة مظايف المهام اللي دورها ان هي تخلق منتج ان هي تدعم تقديم منتج ليه لان تقديم المنتج عادة ما يمثل النتيجة النهائية لنشاط المشروع السمح فجينا ميزنا ما بين من هو مدير المنتج ومن مدير المشروع مدير المنتج الناس اللي بنعينهم عشان يبقى مسؤولين عن المنتج عن قط منتج واحد انتب منتج واحد اما الناس اللي هم مديرين المشروع دول الناس اللي بيقوا مشايلين وشايلين الشلة كبيرة شوية وصائف الندارية تخطيط وتنظيم ورقابة العمليات التشغيلية داخل المشروع كمان كمان مشكلته ان هو يوفر لي الموارد والمصادر اللي انا من خلالها استطيع ان انا احقق اهداف المشروع اما بالنسبة بقى للمعلوماتية ونظام المشروع قلنا ان لما باجا استخدم ادارة المعلومات ليجا واجب عشان يأثر على عملية نظام المشروع نفسه ده بيتم من خلال اصدار الاوامر تمويل عمليات المشروع معالجة ويدارة المقترحات والشكاوى طرح المنتج خلق ضبط الاعلان ومتابعة سير الاعمال اتبقى لنا الجزء العباع الترمينولوجيز او المصطلحات تخطيط تنظيم تكوين الجفاءات توقيع 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 الرقابة هذه الوظائف الخمسة بعد كده عندنا اول منهج من المناهج لدراسة اقدارة العمليات وفيه اربع انواع من اتخاذ القرار الحالة التأكد حالة عدم التأكد الانسورتينتي الكونفليكت او الصراع حالة الرزك او المخطرة هذه الاربع نوع لاتخاذ القرار في المنهج الاول اما المناهج التلاتة الاخرى فهي منهج او مدخل النظم اللي هو النوع التاني هو مدخل الآسف الثالث هو مدخل التصميم او مدخل الديناميكي او الديزاين ديناميك ابروش مدخل النمازج او المودلز ابروش وده المدخل الوابع بالنسبة لي كده يا اخوانا انتهينا من الفصل رقم اتنين او الموضوع التاني من فصلنا بس برجع ااكد على حضراتكم في نقطة مهمة جدا لو سمحتوا انا المحاضرة الماضية كنت قلت لحضراتكم ان هاخد في حسابي المصطلحات وحتبوا مطالبين بيها المصطلحات الانجليزية هتبوا مطالبين بيها وحتيجي في الاختبارات او في الفاينل ولكن ضمن اشيتي لادارة الكلية هي ادارة الكلية وجدت انه تحميل زائد على الطب ولا داعي منه فانا حمشي على اسمترية واحدة بقى خلاص يبقى انا مش هطاب الاختبارات وانت مش مسؤول عنها اللي عايز يتحملها اللي عايز يعرفها لنفسه لشغله لعمله اوكي لحاجة ترجعلك انت اما بالنسبة للناس اللي هي ما عنداش رغبة ليها او شايف انها قدراتها ضعيفة في اللغة الانجليزية او ان هي من الناس اللي ما بتسعاش لان هي تعدل او تطور من نفسها فهي برضو لا مطلق الحرية اما بالنسبة لنا و لعملنا و لاختباراتنا فلست حضرتك مسؤول حضرتك مسؤول ابدا عن المصطلحات الانجليزية ده اللي انا بدأت به في بداية الكلاس و اللي انا بنهي به في محاضرتنا النهاردة ان شاء الله ان شاء الله اترككم في رعاية الله وامنه و ان شاء الله القاكم باذن الله على خير في المحاضرات القديمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة